لو عايز تشيل خلفية فيديو الموضوع بسيط جدا. زي ما انت شايف الخلفية بتتشال وبتبقى green screen زي ما ظهر قدامكم. طبعا اول حاجة افتح برنامج cupcut وبعدين حمل من جوجل خلفية خضرة اكتب بس green screen على جوجل وحمل اي خلفية خضرة زي كده. تمام? وبعدين هنرجع تاني لبرنامج cupcut وهنختار الصورة دي عشان تبقى الطبقة الرئاسية بتاعتنا. وبعدين هنضغط اوفرلي وبعدين اد اوفرلي وهنحط الفيديو اللي احنا عاوزين نشيل الخلفية بتاعته. طبعا انا هنا بدور على الفيديو وهنختار مثلا فيديو بتاع اه محمد هينيدي. تمام? كده الفيديو جاهز. بقى فيه طبقتين. الطبقة الاولى والطبقة التانية بتاعت هينيدي. طبعا احنا هنزبط المسافات او مدة نخليها زي مدة الفيديو بتاعنا او اكتر شوية. علشان اللوجو بتاع كب كت ما يخشش على الفيديو بتاعنا. هنحدد الفيديو بتاع محمد هينيدي نخليه ماشي مع اول الفريم. وبعدين هنختار وبعدين زي ما انتم شايفين كده الخلفية بتاعة الفيديو اتشالت. هتضغط السهم اللي فوق ده عشان يعمل عشان يعمل وكده الملف اتحمل معانا جرينس كريم. طيب احنا عايزين نغير الخلفية. هنفتح نختار فيديو. هنختار فيديو الاساسي اللي احنا هنحط عليه الكرومة دي. مسلا الفيديو ده. وبعدين هنختار وهنختار الفيديو بتاع هينيدي. تمام? كأنه طبقة تانية وبعدين هنختار كرومة وبعدين هنختار اللون اللي اخضر. وهنشيل الخلفية الخضرة. نختار علامة صح. وكده الفيديو بقى جاهز. طبعا انا يعني بجرب بس معاكم. انت ممكن تغير الكلام ده من الاول من آآ ان انت بدل ما تحط الخلفية الخضرة تحط اي خلفية تانية ان كانت فيديو او صورة او ايا كان. انا اختارت الخلفية الخضرة اللي انا خلفية الخضرة انت ممكن تسايف الفيديو بالشكل ده وتستخدمه في اي فيديو تاني زي ما انت عايز ويكون معاك جاهز ككروما. بس كده اتمنى الفكرة تكون عجبتكم. وهحطو لكم في اللينك بتاع واللينك بتاع البرنامجين مجانيين وممكن تستخدمهم ببدون اي مشاكل ومن غير ما تدفع اي حاجة. لو عجبكم الفيديو ادعموه بلايك واشتركوا في القناة.